ساد نجم ما حدث حقيقة هي غفلة واسترخاء أدت إلى نتائج ما حدث بهذا العمل الإرهابي الجبال أنا اليوم كنت برفقة السيد معالي وزير الدفاع وقادم وزارة الدفاع وأيضا سيد مدير السخوارات العسكرية ووصلنا فورا إلى النقطة أو مقر السرية التي حدثت به العملية الإرهابية أولا مقر السرية مثل ما وشيع مع كل الأسف من صور مفبركة وغير دقيقة محاولة لكسر معنويات المقاتلين أولا مقر السرية محصن محكم بساتر ترابي وبخندق شقي وبأسلاك شائكة يوجد فيه برج المراقبة كونكريت أيضا مواضع للأسلحة همرات عدد اثنين هاون في مقر السرية إضافة إلى أنه هناك في جانبي السرية بيبعد عن مقر السرية أحد الفصائل بسبعمائة متر وأحد الفصائل بخمسمائة إلى ستنيت متر لكن ما حدث استغل هذا التنظيم الإرهابي الجبان سوء الأحوال الجوية والبرودة القاسية وأيضا الاسترخاء من قبل المقاتلين موجودين وعدم الانتباه وحدث ما حدث عندما دخل بعد تسللة استطاع من قتل العنصر أو الجندي الشهيد البطل في باب النظام وبعد ذلك دخل بشكل مفاجئ على مقر السرية وحدث ما حدث مع الألم أنه مقر السرية هو عبارة أيضا عن بيت محكم ومحصن وكونكريت وحتى في أعلى البيت مزاغل ومواضع دفاعية أعتقد أنه ما حدث يجب حقيقة محاسبة المقصرين وهذا ما وجه به سيد القائد العام قوات المسلحة من إجراء تحقيق فوري بهذا الموضوع وحضر السيد الرئيس الركان الجيش المحترم وسيد نائب قائد عمليات المشترك المحترم ولجنة لتقص الحقائق والتحقيق وعلى أثر ذلك تم عزل آمر الوا وآمر الفوج وعدد من الضباط وإحالتهم إلى مجلس حقيقي لبيان مقصرية وفي حال ثبوت المقصرية لأي من هذه المناصب أو الضباط سيتم إحالتهم إلى المحكمة العسكرية وتتخذ الإجراءات القادونية بحقهم سيادة اللواء يعني هناك أسئلة كثيرة في هذه القضية هل فعلا تم تدمير الكاميرات الحرارية التي كانت موجودة وهل هناك مؤشرات أنه هناك من كان في الداخل قد زودهم واستمر بدزويدهم للمعلومات من داخل المعسكرة أو من داخل السرية هل هناك مؤشرات أولية تشير إلى ذلك أستاذ نجم أولا يعني في موضوع الكاميرات الحرارية يعني خلأ كون دقيق وياك بكلامي نعم أنا أتكلم الحقيقة ولو كانت مرة حقيقة وما حدث هو حقيقة فاجعة بالنسبة للمؤسسة الأسكرية العراقية طبعا بالمناسبة هذه الفاجعة ستزيدنا قوة وإصرار وعزيما نعم ولن تثنينا عن أن نحمي العراق وشعب العراق وأن ندافع عن سيادة العراق بعد دخول يعني العناصر الإرهابية إلى مقر السرية نعم طبعا بالمناسبة هو مقر سرية والسيد الفريق يعرف شنو معنى مقر سرية يعني مو سرية متكاملة السرية تتألث من ثلاث فصائل أو أربع فصائل هذا مقر قيادة السرية نعم مقر سرية ويوجد به أيضا كاميرا حرارية ويوجد به برج مراقبة وتحكيمات وتحصينات وأيضا مواضع دفاعية لتوزيع الأسلحة وساحات رمي بعد دخولهم والعملية السريعة نعم استهدفوا المكان الذي تواجد به الكاميرا الحرارية لكن أنا أعتقد أنه كانت هناك أخطاء وهذا ما راح يحدد أو تحدد اللجنة التحقيقية التي الآن هي مقتصة من ضباط اختصاص بهذا الموضوع أنا أشرت في كلامي الاسترخاء الغفلة ونحن نتعامل الآن مع عناصر إرهابية تعمل بأسلوب الأصابات وهذا يعتبر من أصعب الأساليب لهذا علينا دائما الانتباه الشديد وعدم أعطاء فرصة أو غفلة لهذه العناصر الإرهابية أن تقوم بأي عمل إرهابي لو كان هناك حقيقة انتباه وعدم غفلة لم استطاعوا هؤلاء الإرهابيين بالقيام بهذا العمل الإرهابي الجمع أيضا هناك تقصير واضح ببعض المستويات من الضباط خاصة المتوسطة والدنيا وهذا أيضا واجبنا كقيادة عسكرية أنه ننتبه لهذه الأخطاء ومعالجتها وعدم السماح مرة ثانية بحدوث مثل هكذا أخطاء سيادة اللواء الكاميرات الكاميرا الحرارية اللي كانت في مقر السرية قبل أن يتم تدميرها ما أعطت جزء من الصور هل وجدتم صور يعني لأشخاص لي اقتربوا قبل أن يتم تدميرها أكيد الساد نجم احنا أكو بعض المعلومات أني لا أستطيع البوح بها الآن بشكل تفصيلي لحفاظا على مجريات التحقيق أكو أدنى يعني لدينا مؤشرات نعم كان أشرت كاميرات الحرارية بوجود عناصر داعش بحدود ست عناصر كانوا متواجدين في أحد الدور المتروكة القريبة المعالجة والاستحضارات لم تكن بشكل دقيق نعم يعني كان هناك استخفاف بهذا الموضوع النقطة الثانية لدينا أيضا تحقيق مع أحد العناصر الموجودين ضمن مقر السرية وهو الآن لدى المديرات الاستخبارات العسكرية لإجراء تحقيق مفصل ووصول إلى الحقائق للتأكد بشكل تام ومثل ما أشرت لك نعمل بشفافية نعمل بمهنية ولدينا كل المعلومات والتحقيق سيكون دقيق ومفصل وهذا موجه به السيد القادة العام قوات مسلحة محترمه أيضا السيد معالي وزير الدفاع وسيد رئيس الكني الجيش ونابل القادة عمليات مشتركة عند حضورهم إلى مكان الحادث أنا أشكرك سياد